وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية توفير السلع الأساسية وكافة احتياجات المواطنين لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضبط الأسعار وضمان جودة السلع المطروحة في الأسواق كما شدد خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأحد مع وزراء الداخلية والكهرباء والتموين على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على سلع دات جودة عالية وأسعار مناسبة قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رياسة أن الدكتور خالد حانفي وزير التموين أكد أن الوزارة تبدو الجهود متواصلة لمكافحة الغلاء موضحا أن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الفترة الراهنة يعود إلى بداية مواسم حصاد بعض المحاصيل الزراعية